عايزة أبعث رسالة كده للجماهير المصرية وخصوصا جماهير الزمالك بصفة خاصة وجماهير النادي الأهلي والجماهير عمتا بصفة عم الإعلام هناك فرق كبير أن تعمل في قنوات الأندية يعني قناة الزمالك أو قناة النادي الأهلي وأنا عايزة أقول بس للجماهير اللي ما بيعجبهاش العجب ولا الصيام في رجب إحنا هنا بنشتغل بمنتهى المهنية وبننحاس دائما للحق ولا نقول إلا كلمة صادقة وأخبار ليس لدينا أي غرض منها خلاص البعض بيراني كزمالكاوي وكنت أعمل في قناة الزمالك والبعض يرى كابتن شبير أهلاوي وكان يعمل في قناة أون تايم سبورت وأصبح يعمل في قناة النادي الأهلي من حق الإعلاميين أنه يدفعوا عن ناديهم وعشقهم لناديهم في الأندية الفئوية زي الأهلي والزمالك وكمان في قناة زد قريب هتفتح يعني القناة الفئوية يعني تمام؟ نمرة اتنين أنا هنا دوري يعني البعض انتقادني بسبب اللي قلته عن فتوح وكتير من الزمالكاوية يرى أن ده يعني الكابتن التاريخي وعيب اللي قاله على فتوح وأن أنا راجل يعني وحش جدا وكده ومن هذا القبيل يعني مع أن نفس الجماهير دي هي اللي كانت بتطالب كابتن أحمد شبير أن يكون حياديا في قناة أون تايم سبورت يعني هو اللي كان بيطلبوا يقولك دي مش قناة بتاعتك يا باشا دي قناة عامة لكل الأندية أنت لازم تكون حيادي ومنحاس للحق ولو قلت مشاكل الزمالك لازم تقول مشاكل الأهلي ده كان طلبات جمهور الزمالك وجمهور الزمالك دايما بيطالب بالعدل وتكافؤ الفرص وأن الحق هو اللي يسود ما بين كل الأندية وده دورنا إما أنا قلت موضوع فتوح لم أكن أنا من اختلق موضوع فتوح ولم أكن أنا من صرح بهذا التصريح كان الأستاذ ممدوح عباس وهو المحب والعاشق والرئيس النادي الأسبق ممدوح عباس من المعروف أنه هو مساند بقوة للمجلس الإدارة الحالي وبالتالي أستاذ ممدوح عباس دافع أكتر من 150 مليون جنيه ويعرف كل كبيرة وصغيرة والتليفون على طول ما بينه وما بين كابتن حسين لبيب وكل أعضاء مجلس الإدارة والجمهور الزمالك يعلم جيدا أن اللي قال هذا الكلام على فتوح هو الأستاذ ممدوح عباس فأنا من المنطقة والطبيعي عندما تنتقد أو تريد الانتقاد هتنتقد ممدوح عباس وهو من أفشى بالخبر واللي قاله ولكن لا تنتقد الإعلام اللي بيحاول يقوم لاعب بيحاول يقومه ويوديه للطريق الصحيح بعد أكتر من مشكلة مرت عليه خلال الشهور اللي فاتت بدأها مع المشار المرتضى منصور مرورا بالخروج من المعسكر بدون إذن مرورا بحادثة كارثية كانت ستؤدي إلى حبسه تمام؟ لو لو قوف الزمالك وقوف أعضاء نادي الزمالك وقوف المحامين ودفع الدية فالمفروض أن يتعلم مما سبق ومفروض أنت كمشجع تكون ضد أي لاعب يلوي دراع النادي أو يخرج عن الإطار المسموح به للاعب محترف وتكون مساند للكيان وليس مساندا للنادي ومتلومش الإعلام المهني اللي بيتعامل بكل ضمير مع كل حاجة على فكرة احنا هنا برضو بسم الله ما شاء الله بنتعرض لضغوط صعبة جدا وبرضو خروج عن النص على السوشيال ميديا من كتير من الأهلوية لأن احنا بنقول كلمة الحق وللأسف عندنا السوشيال ميديا ولا بيقبلوا كلمة على الأهل ولا بيقبلوا كلمة على الزمالك وطول الوقت عايزين يعلموك الصح وطول الوقت عايزين يقولولك أنت زمالكاوي ملكش دعو بالأهل أنت زمالكاوي كابتن التاريخي ما تتكلمش على الزمالك صراحة مش عارفين نتكلم عن مين ما بنطلع على الإعلام وده دورنا كإعلام مهني في قناة عامة بتحترم كل الناس وبتحترم الجماهير هنا ما قلت ليه تبقى أهلاوي اتروقت من الزمالكاوية وما قلت ليه تبقى زمالكاوي اتروقت من الأهلاوية وما قلت ليه تبقى اتحداوي جمهور الاتحاد شكرني وما قلت ليه تبقى اسماعال لاوي جمهور اسماعال لاوي على كل الصفحات وشكرني ومبارح اتكلمنا على المصري وبرسعيد ولقيت كل صفحات المصري بتشكرني وكلمنا على المغرب وكلمنا عن السودان وبنحاول ان احنا نقدم اعلام مهني محترم بيخاطب العقول قبل ما يلعب على مشاعر الجماهير وللأسف ده اللي موجود في كثير من الإعلاميين وده اللي في الموجود برضو في بعض الإعلاميين اللي بيمسكوا العصايم النص وعايز أقول لكم فيش حاجة اقعدوا تفتكروا أي إعلام هيطلع عليكم ويقول لكم أنا ولا زمالكاوي ولا أهلاوي كل واحد لونت ماء لكن الأهم إن يكون عندك ضمير وإن ما تكونش مغرض وتتعامل بمنتهى الحيادية في الانحياز للحق مش الحيادية إن أنت تمسك العصاية من النص ولا تكون أبيض ولا أسود وتكون واقف طول الوقت في المنطقة إرماضية مبروك للأهلي مبروك لبيراميز بكرة نبارك للمصري الساعة 6 ونبارك للزمالك الساعة 9 تعالوا ونبارك طبعا وبركنا المنتخب مصر وإن شاء الله بإذن الله نتعامل بكل حب واحترام لكل الناس